السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في قناة نور شانيل للوصفات فيديو اليوم هو تجربة سيد من العائلة أقسم وقال أنه عندما تناول هذه العشبة بهذه الكيفية التي سوف أقولها لكم في الفيديو زاد وزنه كثيرا كثيرا تلك العشبة قامت بفتح الشهية لهذا السيد مع العلم أنه في الأول كان يشربها فقط لإزالة الأرق أو بما يسمى الصهر الكثير عدم النوم التفكير الكثير كان السيد سريع الغضب فأخذها أو تناولها للتخلص من هذه المشاكل البسيطة فإذا به يتفاجأ بأنها تفتح الشهية وتزيد الوزن وفعالة جدا جدا وبعد ذلك قام بتجربتها خالي يعني أقرب الأشخاص إلي وأيضا لاحظ فرق كبير بأنها فتحت شهيته وزاد وزنه بشكل كبير جدا هذه العشبة في المغرب معروفة بالويزا في الحقيقة لا أعلم ما اسمها في الدول العربية الصورة واضحة في الفيديو إذا كنتم تعلمون اسمها أتركوها أسر في التعليقات لكي يستفيد منها الجميع إذن طريقة تناولوها سهلة جدا يمكن تناولوها مع الحليب يكون أفضل أو مع الماء مع الحليب كما قلت يكون أفضل طبعا تأخذونا العشبة في كوب ثم تضيفون له الحليب يمكن إضافة السكر أو بدون إضافته أو تحليته بالعسل فهذا يبقى اختياري تناول كوب واحد فقط في اليوم عدم الإفراط لأن أي عشبة وأي شيء أي شيء يجب أن يأخذ دون تفريط وأيضا دون إفراط يعني متوسط ومعتدل كوب واحد فقط في اليوم أو كوبيني كحد أقصى في اليوم وصوف تلاحظ وتلاحظين سيدتي أن الشهية تفتح وأنك سوف تنامين بشكل جيد يعني تعالج الكثير من المشاكل سوف أتركها أسفل في صندوق الوص لأنني بحث بالفعل عن فوائدها ووجدت بأن فوائدها عظيمة وجميلة جدا وكانوا يستعملونها في عهد الفرائنة وفي أقديم الزمن كان هذا فيديو اليوم أحببت أن أشارككم هذه التجربة إذن إلى اللقاء مع فيديو جديد وتجربة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر